عايز اتكلم في نقطة قبل ما افكركم كده باهداف الاسبوع اللي فاته او الاسبوع الثالث من الدوري الممتاز الاهلي مع اتحاد السكندري في برج العرب مش عارف ايه ليه انا مش عارف يعني دايما النادي الاتحاد السكندري بيلعب مطشاطه في استاد سكندري حتى يعني دلوقتي الاتحاد السكندري الدنيا هادية وبيكسب ومشاء الله تعالى مع الاسماعيلي وكسب ام بي 3 وتعدل مع الدخلية عنده خمس نقاط يعني التاني على الدوري انا مش شايف سبب ان النادي الاتحاد السكندري يلعب في استاد برج العرب بيقولوا امنيا طب هل امنيا السنة اللي فاتت الاتحاد السكندري لما كان فيه ثورة بعد الثورة على طول مباشرة والاتحاد السكندري كان ظروفه صعبة جدا كان فرقة بتنزل او بتهبط للممتاز بيه ومطشاطه كلها صعبة ودي ديجلة راحت لعبته هناك في استاد سكندري الجونة لعبوه في استاد سكندري الزمالك وكان بينفس على الدوري ساعتها مع النادي الاهلي ولعبه في استاد اسكندرية ده ايه والاتحاد السكندري بينزل وفي نفس الوقت بعد الثورة يعني فيه انفلات امني وكانت قضية خلط سعيد شغالة في اسكندرية وكان الدنيا بيزة خالص ورغم كل ده ورغم كل الاحداث لعبه في استاد اسكندرية رغم ان اتحاد السكندري كان بينزل لعبه في استاد اسكندري مش عارف اين مبرر انه هم يروحوا استاد برج العرب ودي المباراة الوحيدة لاتحاد السكندري اللي هتروح استاد برج العرب الله أعلم عايز توضيح من اتحاد الكورة قالوا اتحاد الكورة بيقول يعني هم ملهمش دعوة بالموضوع ده الجهات الأمنية والنواحي الأمنية